أبرمت اتفاقية تعاون بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حايل وجمعية الأسر المنتجة من أجل مشروع طموح تقدم من خلاله عدد من الأسر المنتجة في المنطقة أشهل مأكولات لعيان الطلاب في المدارس نشوف هذا التقرير ونرجع من الآن الأجواء المدرسية الصحية بوابة لرفع مستوى التعليم إلى أعلى المستويات خصوصا فيما يتعلق بتغذية الطلاب والطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حايل كانت لها مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة بتحويل الإشراف على أعداد وجبات الطلاب والطالبات إلى الأسر المنتجة وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خدمة أفضل للطلاب تحاكي ما يتم تناوله في المنزل فعقدت الإدارة العامة للتعليم اتفاقية تعاون مع جمعية الأسر المنتجة تشمل المرحلة الأولى استفادت ما يزيد عن 500 أسره منتجة متقيدين بضوابط من خدمات الطلاب وقسم المقاصف المدرسية بحيث المواد الغذية التي تباع بالمقصف المدرسي جميعها مواد معروف كم نسبة السكريات فيها ونسبة النشويات فيها ودورا نحن كإدارة مدرسية نراقب المتعاهد أسبوعيا في مدرسة يجد الطلاب أنفسهم أقرب للطعام المعد من الأسر المنتجة نظرا لقربها من حياتهم الخاصة ورغباتهم في الطعام وسط الترحيب بكل ما يطور خدمات تقديم الأطعمة وما يطور تحصيلهم العلمي وصولا لمستويات أعلى طبعا خطوة متميزة ويشكر عليها وهي ممتازة من ناحية الطلاب ومن ناحية دعم الأسر المنتجة صراحة أفضل من المقصف من ناحية الأكل والجودة والطعام من ناحية كل شيء ويترقب هؤلاء الطلاب الخطوة المتميزة والأهم لخدمة أفضل عبر الأسر المنتجة عبد العزيز العيادة الإخبارية حائل ينضمنا من استوديوهاتنا في حايل فيصل أرمالي رئيس مجلس إدارة الأسر المنتجة حياة كلا يا فيصل أهلا وسهلا فيك يا طيب الله يقويكم ويقويكم الله صراحة مشكورين على هالفكرة ويا رب أنها تروح للمناطق المملكة كاملة بس كيف جاه التعاون بينكم كجمعية الأسر المنتجة وبين التعليم طبعا الموضوع قبل جمعية الأسر المنتجة كان يحاول فيه علشان يصخر كل المعوقات من أجل العمل للأسر المنتجة الجمعية الأسر المنتجة هي الآن عمرها الزمني سنة ونص طبعا أنا كنت أعمل كمشرف على حماية المستهلك جمعية حماية المستهلك في فرع منطقة حايل طبعا حماية المستهلك تتقاطع مع أكثر من 30 إدارة حكومية حول اشتراطات صحية أو اشتراطات وزارة التجارة أو أشياء صحية عبر وزارة البلدية لذلك تم تسخير كل هذه الخبرة في الاستفادة منها في جمعية الأسر المنتجة طبعا كان العائق الأول هو هالأسر المنتجة التي قاعدة تشتغل في مجال الطبخ كيف نستفيد منها لكن بشروط واشتراطات صحية بحيث أننا المستهلك نفسه أو المستفيد أنه يكون واثق وبالإضافة لذلك يكون يأكل أو يعمل على هالمنتج هذا أنه إنسان صحي طبعا تم التعاون مع بلدية حايل وبعض واحد المستوصفات الصحية بحيث أنه يسخر العمل على الأسر المستفيدة من هذه الجمعية على أن يتم فحصه طبيا والقطع الشك أنه ما يكون لديهم أمراض لله الحمد استفاد من هذه الخدمة أكثر من 400 أسرة الآن كلها مطبق عليها الاشتراطات الصحية طبعا وزارة التعليم أساسا هي مصدرة تعميم على أنه يستفيد منها ممكن ثلاثة وجهات اللي هو ممكن متعهد أو تشغيل ذاتي من المدرسة أو أسرة منتجة فأنا دخلت مع هذا الجانب على أن الأسرة المنتجة هي في الأساس ممكن نستفيد منها في تشغيل أكبر عدد أو أكبر نسبة في المدارس سواء كان بني أو بنات ولله الحمد تم تسخير كل الجهود بحيث أن الأسرة تؤهل أهلت ودربت على كيفية التعامل مع الطلاب أو الطالبات طبعا نحن عندنا شباب وعندنا مساء في المدارس هذا يقود لي السؤال الثاني أنه الآن المدارس اللي تم تغطيتها كم عددها؟ الآن وصلنا إلى 180 أسرة طبعا يا ستادي الفاضل 180 أسرة؟ أنت تقول 400 أسرة عندكم سم؟ أنت تقول عندنا 400 أسرة مستفيدة من هالموضوع أهل الآن إيه بس أنا أتكلم عن المدارس كم عدد المدارس المستفيدة منه؟ 180 مدرسة الآن وقعنا قبل أسبوعين تقريبا والآن وصلنا إلى 180 مدرسة طبعا المدرسة يا ستادي الفاضل ناوين كم العدد اللي نتناوينا؟ والله الطموح كبير يا طويل العمر لكن ترى المدرسة على فكرة ما هو بس أسرة واحدة التي تشتع مدرسة ترى أحيان أن تصل إلى ثلاث أو أربع حسب عدد الطلاب والطالبات طيب دائما في شكوى من الأسر المنتجة أن أسعارهم غالية هذه تأخذتوها بالحسبان؟ أكيد تدري ليش غالية يا ستادي الفاضل؟ لأنه ما كان هناك سوق لهم وليذلك هم يقتنمون الفرصة الآن الجمعية سخرت كل إمكانياتها علشان خدمتها الأسر المنتجة فلذلك أسعارها صارت الآن تنافس كل اللي يشتغلون بنفس الخطة الموالية واجبة الفطور كم تكلف؟ نعم واجبة الفطور كم تكلف؟ طبعا هي واجبة الفطور تعتمد على طلب الطالب يعني متوسط حتى أعلى ثلاثة ريال وإذا بغى يرفه نفسه ممكن يزيد بس هي في الغالب من ثلاثة ريال لخمسة ريال؟ تقريبا والله كويسة وش يقدم وش يشتغل رئيسي اللي فيها؟ والله تعتمد على المرحلة طبعا المرحلة الثانوية ممكن يقدم شاي ولا حليب مع بعض الوجبات الخفيفة الساندويتشات طبعا هناك يعني فيه اشتراطات تم توضيح للأسر مثلا بعض الشيبس ولا المشروبات القازية يعني منع من نفس المقاصف نهيك عن أن السعر الآن قاعدين يشتغلون على أنه يكون الأسعار السائدة الموجودة ايه؟ اضافة لذلك ترى المدرسة من سابقا هي أصلا المخول في متابعة أهل مقصف المدرسة لذلك الأسرة سم بس إذا معنا كاميرا الأكل المقدم وشه؟ عشان بس نعرف أنه الأسرة دي وش قاعد تسوي؟ طبعا هي بيض جبن عسل مربع لكن ما تتجاوز للأكلات اللي مثل الدسمة أو مثلا الأكلات الشعبية يا أخي وليه ما تجيبون الشعبية؟ وشي مشكلة بالشعبية زينة؟ احنا الآن سجلنا أكبر نسبة سمنة على مناطق المملكة في حايل وهذه يعني سببت مشاكل أمراض معينة ونحاول أن نتجاوز فيصل ما يبرجيبوا أكل شعبي ولا طيب الأكل الشعبي أخي وجهة فطورة تصيد أسمة وارفع سعر شوي لا يوجد مشكلة مداما أكل شعبي طيب نحن بعد نمتاز كثير في منطقة حايل في المرحلة أدري هذا اللي أنا أقوله يعني حرام للطلاب بيستنسون يا أخي والله إذا كانت مثلا مراحل متقدمة بس ما تقدر لأن هناك أولا الأكل المثل هذا يمكن يسبب مشاكل صدق أنا بخاف فيصل أخاف الفترة الجاية الطلاب ما أد يبون فطور يبون فطور وغدا لأنه إذا صار لك الدسم بيضرب في المدرسة أنا والله فيقولك صراحة يعني هو المطالبات موجودة لكن حنا نحاول قدر المستطاع أنه يكون أكلنا صحي لأنه ترى الطالب هو مجتمعك الصغير يعني فيه أمراض صحية وفيهم سكر وفيهم ضغط وفيهم فأنت الطالب هذا لذا ما فيه مراقب عليه يمكن يودي لنفسه مشكلة صحية طيب من خلال عملكم سنة ونصف في إدارة الأسر المنتجة سويت هذا الشغل ووصلت لوزارة التعليم وش ناوين أنتم بعدين يعني الوصول لوزارة التعليم ترى هذا يعني غاية المنة بس أنتم ما شاء الله ناوين شكلكم شيئا ثانيا لا لا الحمد بشرك أنا الآن بالجمع يعني أنا أتكلم باسم الجمعية قبل فترة سجلنا توظيف هايبر الأبرار في منطقة هاي بحضور ورعاء افتتاحها الأمير عبد العزيز طبعا الأمير عبد العزيز للأمانة هو من يسهل المعوقات وكل الأمور تجاه العمل النظامي وفق الأنظمة طبعا وفق الأنظمة باتجاه عمل الأسر المنتجة ودعمه لكن اللي حدث في سوق الأبرار هايبر هو كانت نواة أو بداية للأمانة في كل المولات الأخرى بدأنا بالبداية عن مطبخ الحائلي بعدين قالوا وقلت له مش رايكم أن نوسع العمل على أن يكون كل السوق من الأسر المنتجة من شباب أو فتيات وللأمانة فتحوا الباب وسوينا لهم مقابلات شخصية عندنا وسوينا لهم يعني عملهم كله وفرناه وطوعنا كثير من الأمور بحيث أنهم يقابلون عندنا ووظفوا أكثر من 120 موظف وموظفة هذا الشي خلّ جميع المولات والأسواق اللي عندنا بالمنطقة والمنتزهات كلهم فتحوا أماكن مجانية للأسر المنتجة هذا للأمانة قلّص العدد الموجود عندنا وبدأت عمل الأسر في كل المجالات طبعاً مو مجال الطبخ كل المجالات بدأت تعمل لها الحمد وبدأ يتقلص العدد من الجمعية وبدأت الاعتماد عليها طيب أبروح بس الموضوع بسيط اللي هو بس إذا باختصار تعطيني في أسر تم إبعادها لأنها غير ملتزمة مع المدارس طبعاً حنا ما زلنا في البداية لكن كلهم متقبلين النصائح لأنه ترى ما يتجي للسوق وخصوصاً السوق الصغير هذا إلا المحتاج يا أسر صحيح لذلك هو حريص على أنه يطور من نفسه يحس وحنا داعمين له طرى في بعض الأمور يمكننا تدخل فيها مثل تأثيث وبعض الأشياء حيث أننا نقطع على بعض يعني إذا كان فيهماك أي شكالية في حالة طيب الأكل متى يوصل للمدرسة؟ الأكل طبعاً لا حنا اشترطنا اشتراط كله أنه ما العمل من المقصف حماية للطلاب إذا تريد شيء سوي من المقصف فرحنا قدمنا شيء كبير مقارنة بالمطاعم والكفيتريات المطاعم والكفيتريات كلها تسوي خارج المقصف لكننا بدأنا شغلنا من المقصف الله يجزاكم خير أهل ساعة ثمان وبدأي شغلك وجهزي شغلك من المقصف وبإشراف المدرسة والإدارة الصحية تابعة للتربية والتعليم بالإضافة لذلك اليوم جلسنا مع مدير عام الشيون الصحية بعمل جولات مفاجأة لجميع المقاصف وبعد كذلك هو الأمان السهل في بعض الأمور إنه ممكن يعني إذا احتجتوا أي زيارات أو توجيهات أو توعية نحن مستعدين إن شاء الله بيكون العمل إن شاء الله تكامل مع جميع الجهات المعنية في هذا المجال رئيس مجلس إدارة الأسر المنتجة بحايل فيصل الرمالي شكرا جزيلا لك ولا يقويكم يعطيكم العافية لتسوون اشتركوا في القناة